موسيقى 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 تصورات حضرتك العدل السياسي عايز تستبعد مين يعني الرؤية خليونا نتخيل أن المحكمة الدستورية أقارت القانون عايزينه علشان مين وده حيلحق المرشحين للرئاسة ولا لا عشان نشوف الشق الدستوري في المسألة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونثني بتحية إجلال وأكبار للشعب المصري العظيم الجميل اللي مازال ملهم ومازال يعلم العالم يعني كيف تكون الثورة وكيف يحافظ على الثورة وكيف تتجدد الثورة ويبين في الحقيقة حس فوق العادة إمتى بقى يقول كفاية لحد كده يعني هو لا شك أنه تحمل الشعب المصري أخطأ كل الفصائل اللي موجودة على الساحة وتحمل ممارسات غير مرضي عنها للمجلس العسكري كثيرة لكنه بيجي في لحظة ويقول بقى إيه كفاية بقى أنا مش طاق أو ما حدش يفكر أنه هيدحك علي أو ما حدش باسم القانون والقضاء واللجنة المشعرف العليا للرئاسة وأجطب وودي وأجيب لهوى سياسي يتقال أن ده هنا بقى بيتدخل شايف يقول لك الثورة لا تعرف كل هذه لكن كان في رسائل أيضا للحرية والعدالة والبرلمان أنا أقول لحدك لكل للفصائل السياسية وأخطاءها طوال السنة لم أستسني أحدا يعني لأنه لا شك أنه في هذه المرحلة الانتقالية القلقة ما حدش يحتكر ولا يقول أننا كل اللي عملته كان صح حقيقي ومش طبيعي أن يبقى كل مرحلة ومش طبيعي في مرحلة غريبة زي كده وثورة برضو الناس ما شافتهاش في تاريخها اللي عيشها كل ده يعني إذن إحنا بنصحح وبنصحح مصار لكن فالناس بتحتمل خطأ من هنا وخطأ من هنا لكن لما الأمور بتكبر وتبدأ نظر الخطر أنا أعتقد أنه بيتدخل الشعب المصري بصورته عشان يقول بقى ما تحكوش عليا بكلمة إيه أصل النص بيقول وأصل القانون بيقول طيب هو آل النهاردة هو آل النهاردة فمثلا حدثك بتسأل عن العزل السياسي العزل السياسي لو تذكر حضرتك طبعا وحادثك تذكر والجميع يذكر أنه الكلام عن عزل الفلول بدأ قبل مجلس الشعب ولم يأخذ زخما والمجلس العسكري نزل إعلان قانوني ولا قانون إعلان بإصدار قانون ولا يسميه إيه الدكتور جابر أنا برضو ليه في القانون شوية بأنه الفلول اللي يثبت أنه هو عمل أو ارتكب جرم أو أفسد يبقى واحد يروح يقدم للقضاء والقضاء يبقى يحكم له بعد خمس سنين ولا حاجة وكان شعورنا الحقيقي أنه العزل السياسي للفلول سيتم على أرض الواقع في انتخابات حقيقية وحصل وكانت الانتخابات انتخابات مجلس الشعب اللي حرصها الشعب وانا كنت عايز أعدي المساحة دي والمسافة دي عشان هتاخدنا أخد ورد وحلو حررتك مجلس الشعب قد قد إيه وافتكر القانون ده إمتى عندما تعرضت المصالح فأنا مش ده موضوعي لا ما أنا بقفل عليك الخطب دي ده أنا عايز أعدي ده كله ده إني بقول أنه ليه إحنا ما تحمسناش ساعدة ده أنا مش عايز أسأل ليه تعمل ليه ما تحمسناش ساعدة أنا عايز أقول لي تعمل إنما النهاردة وهي القشة التي أطلقت الثورة الثانية كانت قشة ترشع عمر سليمان لأن عمر سليمان برضو غير أحمد شفيق وغير عمر موسى وغير وغير كل الفلول الفلول فعلا في سجال حقيقي على الأرض يعني يكون لهم مساحة 5% في المجتمع ولا حاجة ممكن ما تضرش لكن إنه ينزل شخصية كالنائب الرئيس اللي قامت عليه الثورة واللي كانت الثورة أصدق كمان مع الرئيس وأكتر من الرئيس ويهين الشعب المصر بهذا الترشح وبعدين يخرج معاه في أثناء الترشح اللي هو مديان قائد شرطة العسكرية لا مش اللي هو مديان اللي هو بادين بادين اللي هو حمد بادين اللي هو حمد بادين قائد الشرطة العسكرية ويكون موجود في أثناءها ويحموه ويعملوه مظاهرة بتقول إنه مدعوم من المجلس العسكري وهذا الدعم المجلس العسكري على طول بدأ يثير شكوك هو أصلا طيب السيد عمر سليمان خرج خرج هل أنتو لسه القانون دلوقتي في الدستورية حضرتك شايف إن هذا القانون عايزون يعمل إيه؟ إذا كان كان يعتردكو بالأساس على السيد عمر سليمان عايزوا يعمل إيه؟ يستبعد مين؟ عشان نعرف نتكلم لا ما يستبعد مين دي هي الشخصانة اللي ما احناش عايزين حيقول عمر سليمان مثل حالة انفجار يعني لو لم يكن عمر سليمان ما كنتش تقدمته مهش فرقة لأنه لو القوانين ماشي طبيعي والعملاء الاتخابية تمشي نزيهة لا تخاف لمن أحمد شفيق ولا من فلول ولا من حد حقيقة إنما عمر سليمان يمثل رمزية غريبة ليه ما اتقبطش عليه في الفترة اللي فاتت ليه ما قدمش معك مع كل النظام اللي هو افتكرته ده لما نزل قصاد المهانس خيرة الشاطر بس يعني كان قبل كده وهو موجود وقاعد ما كانش بيمثل ده لا ما اسمعش بقى لما نزل قبل خيرة الشاطر يعني يعني هو لما نزل وخلاص لما نزل وخلاص ما هي في إطارتين لا والباقيين القيمين ضد ضد عمر سليمان قيمين ضده عشان نزل قبل خيرة الشاطر ما هُ الكل قيم ضده ده الصورة كلها أنا هنا مش بصدد الدفاع أو الهجوم أنا بس عايز أفهم صدر من مجلس الشعب بعد مناقشات استقرت على صيغة هذه الصيغة مطلوبة دستوريا شايف حضرتك وهذا هو مطلب من مطالب الميدان دعني في البداية الأول أتفق مع الأخ العزيز الدكتور علي في بعض ما قاله عن المنظر المليونية والحشود الشعبية وإحياء الميدان مرة أخرى وإحياء ثقافة الاحتجاج والثورة الجماعية وتكاتف كل القوة هذه مسألة ولا أتفق معاه في توصيف ذلك كله على أرضية اللجنة العليا للانتخابات ومسألة القضاء واستبعاد فلان أو علان الشعب الآن لم يخرج لأنه في المجموعة لأنه لسبب جزئي أو بسبب فرعي الشعب الآن في الحقيقة خرج للتأكيد على ضرورة تسليم السلطة في مواعدها وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في مواعده في معاده لأنه لا يتصور في الحقيقة التأجيل إذا أكدنا على هذا المعنى فإننا ندخل مباشرة إلى السؤال اللي ساعتك طرحته هو قانون العزل السياسي في أي ثورة أو في أي تغيير حقيقي دائما بتبقى الانتقال من نظام إلى نظام آخر محتاج فترة حاضنة وهذه الفترة الحاضنة تحتاج حماية حماية لإطلاق التغييرات الجذرية للمجتمع المصر ولذلك العزل السياسي كان مطلبا ثوريا منذ 11 فبراير 2011 وفي الحقيقة المجلس الأعلى القوات المسلحة القائم على المرحلة الانتقالية لم يكن لديه رغبة جدية ولا الفصائل التي كانت على الأقل تتوافق مع أجندته السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية لم تكن لديها الرغبة في فعل هذا القانون حتى ولو قلنا أن الاحتكام إلى الصناديق ذاتها هو الذي سوف يفرز إنما هذا لا يمنع أنه يبقى فيه قانون عزل السياسي لما حصل أن أصبحت فيه ضغوط لإصدار قانون العزل السياسي المجلس أعلى القوات المسلحة عدل في نوفمبر 2011 ما يسمى قانون الغدر في الحقيقة استدعاه من عمق التاريخ وهو قانون لم يطبق ولن يطبق وعدل فيه بعض المواد تعديلا شكليا وهو قانون غير قابل للتطبيق على الإطلاق يعني هذا قانون يستحيل بآلياته وأوصافه ونصوصه أن يطبق ولذلك منذ نوفمبر 2011 ولم يتذكر أحد أن لدينا تعديل لقانون إلعاء الغدر ولذلك الآن إحنا قلنا أول ما مجلس الشعب نعقل في 23 واحد إن المهمة الأولى لهذا المجلس هو مراجعة مراسيم المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية ومثلنا لذلك بمثالين أساسيين المثال الأول قانون انتخابات الرئاسة التي كانت سوف تجري عليه انتخابات الرئاسة والقانون الغدر ولم يستمع مجلس الشعب إلى هذا الطرح على الإطلاق ثم بعد ذلك لما حدث في الحقيقة ترشيح عمر سليمان وهو ترشيح صادم بكل المقاييس وأنا أتكلم به هنا مش كرجل قانون أو كمواطن مصر لأنه لا يتصور أن تقوم ثورة حتى لو كان هذا الرجل يعني لم يفعل شيئا وحتى لو كان هذا الرجل هو يعني زي الفل إنما نفسيا واتساقا مع حالة الثورة لا يمكن أن أنت تيجي تقولي أن الثورة بعد عام أو عام ونصف من قيمها وخلعها الرئيس السابق تيجي تقولي أن الرئيس اللي جاي هو نائب رئيس الجمهورية السابق أو رئيس وزرائه أنا في الحقيقة لأو شاطر الأخ علي الدكتور علي فيما قاله من أن الأمر يختلف بالنسبة لأحمد شفيق هذا يعني أنا في ظن كان يمكن كان يجب أن تكون الانتفاضة ضد ترشيح عمر أحمد شفيق زي ما كانت ضده عمر سليمان بالزبط القانون العزل السياسي صدر وفي الحقيقة هذا القانون هوجم بهجوم أنه يقصد شخصا معين هذا غير صحيح من النحة القانونية ومن النحة الدستورية غير صحية وأن هذا القانون هو قانون سليم 100% من النحة الدستورية لأنه لا يذكر أشخاصا وإنما يذكر وظائف كون أن مجلس الشعب بإطلاقات سلطته التشريعية قال ناخد نائب رئيس الجمهورية ونائبي ورئيس الوزراء هو حر هذا أمر يحسب عليه سياسيا أو قاعدة ناخلي يقول له إنما مجلس توريا لا عور فيه وأنا أضرب لك مثال بسيط قوي الرئيس السادات لما راح القدس السيد كمال الدين حسين أبرق له برقية واتهمه فيها بأوصاف شديدة وقال له اتقل لها في مصر وشعب مصر فقد أحدثت فيها أمرا إدى ولذلك اجتمع مجلس الشعب وأسقط عضوية كمال الدين حسين في وقعة كتيرة جدا سيتظن 78-79 فجي بعد ما أسقطوا عضويته ففتحوا باب الترشيح فكمال الدين حسين هيقدم أوراقه قال لك الله ده احنا أسقطنا عضويته علشان يقدم أوراقه فأضيف شرط القانون مباشرة الحق السياسية ألا تكون قد أسقطت عضويته في ذات الفصل التشريعي هو ينطبق على شخص إنما بصورة عامة مجرد وما زال الشرط موجود نعم إيه لا يحصل في قانون العزل قانون العزل المجلس العسكري أنا في ظمني غير راغب في إصداره وللأسف الشديد ما كان له أولا هذا القانون أصدره مجلس الشعب أغلبية كبيرة جدا هو من خيارات مجلس الشعب اللي يملك السلطة التشريعية وهو مجلس في الحقيقة مجلس منتخب انتخاب من الشعب المصري نحترمه ونقدره وأيا كان أي شخص يختلف مع مخرجات هذا الانتخاب إنما يجب أن يحترم الدموقراطية أنت عرضتك وتشاف المجلس يجب أن يصدق على طبعا ولذلك إحالته للمحكمة الدستورية هذا قرار خاطئ مئة في المئة لكن من ضمن سلطته نهائي مش من سلطات المجلس العسكري لا طبعا ولا تختص بي المحكمة الدستورية العلي وأقول لك على الهواء الآن كأستاذ القانون الدستوري سوف تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر هذا المشروع أهو من المعنى بنظره يا سيد الفاضل المادة في التعديلات الكارثية التي تمت في تسعتاشر تلاتة الفين تسعتاشر تلاتة الفين وحداشر هذه التعديلات الكارثية في الحقيقة المادة تمانية وعشرين استصحابا من المادة ستة وسبعين قالت أنه قانون انتخابات الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية لاعتبارات قدرها المشرع حتى لا يثور الطعون بعدم دستوريته أنه يعرض على المحكمة الدستورية في مسألة سابقة أنها تراقب رقابة سابقة تقول المشروع ده ماشي ولا مش ماشي ولذلك لما جي مجلس الشعب يعد القانون الانتخابات الرئاسية ودوه المحكمة الدستورية والمحكمة قالت رأيها إنما هذا استثناء مقرر مقرر لقانون الانتخابات الرئاسية ولا ينصرف إلى أي قانون آخر يستحيل أكمل لك الحتة دي من ناحية قانونية القانون مباشرة الحقوق السياسية فيه شروط تانية لانتخابات الرئاسة غير الشرط ده يعني فيه شروط القيد في الجداول الانتخابية فيه شرط أداء الخدمة العسكرية والإعفاء منه لم يقل أحد أنه هو يعرن على المحكمة الدستورية العليا ولذلك عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا مقصود بالتسويف حتى 26 أبريل لأن إذا فات 26 أبريل وصدر القانون لا تستطيع أن تطبقه على أحمد شفيه ليه لأنه اكتسب مركزا لا لا مش قراراتها نهائية اكتسب مركزا قانونيا كمرشح لأنه هو دلوقتي ما عندهوش مركز قانون لأ حضرتك بتختار أحمد شفيه تحديدا لأنه هو اللي ينطبق عليه من المرشحين ما هو دلوقتي بعد خروج عمر سليمان يعني ما عادش القانون لو صدر هيطبق على مين على أحمد شفيه نعم فإذا من المتصور إنه هو لو صدر الآن قبل 26 يستبعد أحمد شفيه من الترشيح لأنه القوائم النهائية سوف تعلن 26 أربعة نعم فإذا صدر هذا القانون اللجنة ملزمة بتطبيقه إذا أعلنت القائمة النهائية خلاص فقد استكمل شروط الترشيح لا استكمل شروط الترشيح التي ترشح عليها ولما تيجي تطلع شرط بأثر ما تقرفش تطلعه بأثر راجعي ليه؟ لأن مجلس الشعب في الإعلان الدستوري لا يجوز له إقرار التشريعات بأثر راجعي ده كان في دستوري 71 دي هي الإشكالية اللي متعلقة بقانون العزل السياسي هطلع فاصل وارجع تاني أدي قانون من المطالب لا يتلحق قبل 26 لا يبقى المطلب مش هيؤدي إلى شيء حتى لو طلع القانون بعد كده نلتقي بالعضل شكرا شكرا